السلام عليكم مرحبا بكم اخواني اليوم مع سيارات علامة جديدة وهي سيارات علامة بايك نعمل جولة على هذه السيارات نشوف كل سيارة والفئات المتوفرة مع الاسعار ان شاء الله علامة بايك عندهم تشكيلة متنوعة من السيارات السياحية اللي رح نعمل عليها جولة ان شاء الله سيارة الإي سانك بليس كما سيارة الإكسات أيضا إكس سيكون سانك والإكس طروة وحتى سيارات البي جي كارونت والبي جي كاتروفان وغيرها هنا رانا في قاعة عرض بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة اول سيارة رح نشوفها هي سيارة الإي سانك بليس وتتوفر في اربعة فئات او اربعة نسخ طبعا سيارة الإي سانك بليس يبدأ من مئتين وسبعين مليون سنتيم كل فئات سيارة الإي سانك بليس بمحرك 1.5 لتر بقوة 113 حسان طبعا علبة سرعات يدوية وأوتوماتيكية الفئة الأولى علبة سرعات يدوية بسيار مئتين وسبعين مليون سنتيم والفئة الثانية اللي هي الليكس بسيار مئتين وخمسة وتسعين مليون سنتيم علبة سرعات أوتوماتيكية أما النسخة الثالثة أو الفئة الثالثة بسيار 300 مليون سنتيم طبعا علبة سرعات يدوية مشي دايما تكون الأوتوماتيكية أغلى من اليدوية وإنما حسب تجهيزات السيارة أما النسخة الأعلى تجهيز اللي سيارتاحها 319 مليون سنتيم هذه كانت سيارة الإي سينك بليس فيها 4 فينيسيون هنا كما رانا نشوفوا اللون الأبيض وهناي اللون الأحمر كولير روج نحن راح نعملوا جولة على السيارة من الداخل نحاولو نعملوا جولة عامة على السيارات هذه هنا راهي مغلوقة دو كنشوفوا السيارة الأخرى ونحاولو نعمل عليها جولة عامة مع باقي السيارات الأخرى إن شاء الله هذه هي سيارة الإي سينك بليس تصميم الخارجي للسيارة يباني شبه شوية الشيري أريزويت نعملوا جولة على السيارة من الداخل بسم الله ما شاء الله هذه السيارة بعلبة سرعات يدوية ومن المفترض هذه هي نسخة اللي سيارتاحة مئتين وسبعين مليون سنتيم كما رانا نشوفوا هنا يا فراما إلكتريك وعدنا الأوتو هولد طبعا السيارة فيها كل تجهيزات الراحة والأمان ونشوفوا الأبواب الخلفية لسيارة الإي سينك بليس لعلامة بايك طبعا السيارة ما شاء الله صراحة سعرها يبدأ من مئتين وسبعين مليون سنتيم أما بالنسبة لتخزين الصندوق الخلفي يصل إلى حوالي 450 لتر معنى تخزين لا بأس به بالنسبة لهذه السيارة السيارة الثانية لعلامة بايك هي الإكستروا وكان البعض يسموها إكسترونسانك هذه هي سيارة الإكستروا على ما أعتقد تتوفر كذلك في أربعة فئات كات فينيسيون سيارة الإكستروا وسعر السيارة يبدأ من مئتين وخمسة وسبعين مليون سنتيم طبعا علبة سرعة يدوية على ما أعتقد أن الإكستروا فيها كات فينيسيون أربعة فئات كل الفئات الموجودة في الإكستروا تأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 150 حصان الفئة الأولى من السيارة بعلبة سرعات يدوية بسعر مئتين وخمسة وسبعين مليون سنتيم الفئة الثانية بعلبة سرعات كذلك يدوية بسعر مئتين وخمسة وثمانين مليون سنتيم أما الفئة الثالثة بعلبة سرعات أوتوماتيكية بسعر مئتين وتسعة وثعين مليون سنتيم أما الفئة الرابعة في سيارة الإكستروا تأتي بسعر ثلثمية وخمسة مليون طبعا نعمل جولة على السيارة من الداخل طبعا هذه سيارة بعلبة سرعات أوتوماتيكية والسيارة توجد بها كل تجهيزات الراحة والأمانة سيارة أخرى وهي سيارة الإكستروا تتوفر في نسخة واحدة بسعر خمسمية مليون سنواتيكية سيارة الإكستر تأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 185 حصان مع علبة سرعات أوتوماتيكية هذا بالنسبة لهذه السيارة التي تتوفر في فئة واحدة نعمل جولة على السيارة من الداخل بسم الله ما شاء الله السيارة تحتوي على كل تجهيزات الراحة والأمان أما بالنسبة لسيارة الإكستروا تتوفر في فئتين أو نسختين الفئة الأولى بسيارة 419 مليون سنتيم الفئة الثانية بسيارة 479 مليون سنتيم السيارة تأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو يولد قوة 188 حصان مع علبة سرعات أوتوماتيكية نعمل جولة على السيارة من الداخل طبعا السيارة مجهزة بكل تجهيزات الراحة والأمانة أما هذه السيارة هي بي جي سواسوند سعرها مليار ونصف السيارة تأتي بسبعة مقاعد طبعا نعمل لها جولة من الداخل ترجمة نانسي قنقر أما بالنسبة لسيارة البي جي كاتروفان سعر هذه السيارة يصل إلى مليار و 960 مليون سنتيم يعني تقريب 2 مليار غير 40 مليون سنتيم هذه سيارة البي جي كاتروفان سنعمل عليها جولة من الداخل والسيارة الأخرى هي بي جي كارونت هذه السيارة سعرها يصل إلى مليار سنتيم هذه كانت نظرة على سيارات علامة بايك أو التشكيل الخاصة بعلامة بايك في الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته